أتكلم على قصة الدرايب وأنا أشك فيها ولكن نعمان خليني أروح لسؤال تاني هل البورصة جاهزة لاستقبال هذه الطروحات يعني دايما كنا بنقول البضاعة البورصة ما فيهاش بضاعة دلوقتي احنا بنتكلم على احتمالات بطروحات يعني عندنا غير العاصمة الإدراءة اللي محتاجة ربما إعداد عندنا شركات أخرى عندنا إعلانات عن شركات أخرى فهل البورصة مستعدة لذلك اعتقد بقدر كبير مستعد يعني احنا النهاردة في وضعه كنا قبل كده المعقاطة الرئيسية اللي أنا بشوفها من جانب اقتصادي برضو ليه أمية كبرى أن النهاردة قبل كده أسعار الفايدة كمثال كتعالية فبالتالي الناس عامة الناس أو ما تسمى بالريتيل انفسترز أو المؤسسات بتفضل الدخول في شهادات أو في وداية البنك المركزي أو كل الحاجات دي كم بتدي عوائد أعلى النهاردة العائد السنة على أعلى شهادة هي 6% اللي بتترحى بعض البنوك العامة فبالتالي ده جزء النهاردة موجودين في أقل أسعار الفايدة موجودة في الوضع الحالي تاني حاجة أنه الجانب الاقتصادي بتعافي وبتعافي بكوة سواء من جانب الاستهلاك أو من جانب الشركات الرابع الأخير اللي تم إعلانه من أرباح الشركات في البورصة أرباح فوق الممتازة فبالتالي لو النهاردة بنتكلم على استعداد البورصة لدخول بعض الطروحات الحكمية بالطبقة مستعدة أرجع بس لقد حاجة ذكرتها أنه مفيش حد يعني دائما إحنا كنا في معضلة أنه الحكومة يعني في بعض الخوف من أنها تطرح الشركات ولا تجد أقبال عشان كده أقبال الطروحات عملة تتأجل يعني بالزبط إيفاينانس عدد من شركات بنك القاهرة كله عمال يتأجل صح أنا بشوف أن ده خوف مش في محله إحنا الوحيدين في المنطقة وإحنا هنا بنقارن المستويني أجانب بقرنون دائما بسعودية والإمارات وقطر وكذا إحنا الوحيدين في المنطقة اللي عملنا البوز أو التوقف على الأطروحات دي من سنة 2017 لغاية النهاردة بدون أنا شايفه سبب وجيه إحنا ترحنا شركات يعني شكل شركات كطاع عام أو كطاع خاص في الثلاثين لقبلوا كورونا دول 17 شركة في البورصة السعودية طرحت حوالي 60 شركة في نفس الوقت فبالتالي كل اللي ما بتكلم إنه مثلا فيه أزمة في الأسواء الناشاء فبالتالي بخايفين نطرح أو كده دي مش علينا نحبس على بقية الدول البورصة هي بضاعة والبضاعة هي اللي بتجيب الديماند أو بتجيب الطلب حيث في مصر لو بتعملي سوق العبور ولا سوق التلاتة ولا سوق جمعة الحاجات دي كلها الناس ما بتقولش عن عزين سوق وبالتالي نروح للشركات تروح لهم أو البضاعة تروح لهم فوجود الشركات العامة وبالذات شانية دي أكتر جهزة ومش لازم حاجات شركات جديد فيه شركات في البورصة موجودة الحكومة تملك فيها النسبة الأكبر ممكن بس الحكومة تفكر إنها تطرح 10% من زي يعني فيه شركات شركة الإسكندرية حوايات شركة حكومية موجودة نسبة الأكبر تمتلكها الحكومة المشروعية شركة التعمير والإسكان يعني فيه شركات كتيرة جدا مقطعات مختلفة كلها متواجدة فقط الحكومة ممكن تطلب إنها تطرح جزء من الحصة دي فمعنديش شك إن الجهوزية موجودة والدليل على كده إن الشركات القطاع الخاصة اللي اتطرحت الفترة الأخيرة سواء السنادية في عولها أو السنفات كزي فوري وكذا لقيت كبال مهول على استثمارات